اصحر اوعى اصحى انتبه استيقظ انتبه لحياتك انتبه لروحك علامات كتير من المسيح خلاص تمت واقتربت يمكن في اي لحظة يجي ولما بيجي الرب يسوع هل انت مستعد للقاء المسيح اوعى تنخدع بديانات ولا بمحاولات او فلسفات هي بكل بساطة دعوة انك تيجي ليسوع المسيح اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم هو ذا الان وقت مقبول هو ذا الان وقت خلاص من اجل هذا يقول الكتاب المقدس استيقظ ايها النائم فيضيء لك المسيح لكي تقوم من بين الاموات ثم احبائي في متى 26 الاية 41 الرب يسوع المسيح كان بصارع كان بجاهد في بستان النزاع وفي بستان الجهاد بمعصرة زيت هذا هو المعنى بستان جتسمان حتى تتم النبوة دست المعصرة لوحده وهو يجاهد في هذا البستان وهو يصلي ويصارع ويصرخ ابتدأت قطرات عرقه او جبينه صارت قطرات دم تصور من كتر هذا النزاع من اجلك ومن اجلي ثم الرب يسوع بيجي للتلاميذ يجدهم نياما ألم تقدروا أن تصهروا ساعة واحدة ثم اسمع ما يقول اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف قوعك تفكر أنه بقوتك الذاتية فيك تواجه التجارب لا فعلا هو الرب يسوع جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم فضح الشيطان وكل عمله لكن الشيطان الشيطان بيعمل عن طريق الخوف كانوا كل حياتهم تحت العبودية لسبب الخوف خايفين استعبدوا لأن الله لم يعطنا روح الضعف بل روح القوة روح الضعف للعبودية لكن الله أعطانا فعلا أنه نتحرر ونسلك كأحرار كأولاد للحرية لأن الله لم يعطنا روح الفشل اللي هو الضعف والخوف بل روح القوة تستطيع أن تقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر